بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء الثلاثون في سلسلة أفلا تذكرون اليوم سوف أتذكر معكم آيات عظيمة جاء بها القرآن الكريم قبل 14 قرنا قبل نشوء علم ما يسمى المياه هناك علم حديث نشأ في العصر الحديث اسمه علم المياه الذي يقوم بتصنيف المياه ودراستها علميا وتبين أيها الأحبة أن القرآن العظيم قد أنبأ عن أنواع المياه فالقرآن هو أول كتاب يفرق بين أنواع المياه ويصنفها تصنيفا علميا والآن سوف نكتشف كيف تحدث القرآن عن ماء المطر سماه بالماء الطهور لماذا؟ بينما ماء النهر سماه بالماء الفرات أيضا لماذا؟ ماء البحر سماه أجاج إذن كل تسمية من هذه التسميات تحمل معاني علمية عميقة سوف نتعرف عليها ونكتشف أن القرآن العظيم قد ميز وفرق بين هذه الأنواع من المياه بدقة فائقة أيها الأحبة القرآن يصنف المياه حسب درجة نقاوتها ربما تعجبون من ذلك كتاب في القرن السابع الميلادي حيث لم يكن أحد يميز بين ماء السماء وماء النهر أو العذب والفرات وكذا القرآن أيها الأحبة يسمي الماء العذب الذي نشربه من الأنهار والآبار بالماء الفرات ويسمي ماء البحر الذي يحتوي على نسبة عالية من الملوحة بالماء الأجاج وقد ثبت علميا وجود فوارق كبيرة جدا بين هذه المياه من حيث التركيب الكيميائي لها طبعا أيها الأحبة قبل أن نتأمل هذه الفروق ينبغي أن نعلم أن قطرة الماء الواحدة القطرة الصغيرة تصوروا أيها الأحبة قطرة ماء صغيرة تحتوي على خمسة آلاف مليون جزيء ماء سبحان الله قطرة الماء هذه التي تسقط على يدك أو تبلل ثوبك أو تسقط على سطح ماء فيها خمسة آلاف مليون جزيء من جزيئات الماء صنع الله الذي أتقن كل شيء إذا كانت قطرة واحدة فيها كل هذا العدد فكم يوجد في بحار الدنيا هذا الخالق العظيم الذي سخر لنا هذا الماء ووضع فيه طاقة هائلة طاقة الماء أيها الأحبة لو قدر لهذا الماء أن نفككه لعنصريه الأساسيين الهايدروجين والأكسوجين المزيج الغازي هذا لو أن الله خلق الماء ليس بالشكل الذي نراه خلق الأكسوجين والهيدروجين فقط ولم يجمع بينهما ضمن جزيئة الماء H2O هذا المزيج الغازي من الأكسوجين والهايدروجين وهو ماء بالأساس ولكن ماء بشكل غازي هذا المزيج إذا انفجر يشكل كارثة له طاقة انفجار هائلة جدا تصور أيها الملحد كم الله رحيم بك أنت الذي تدعي أن قوانين الطبيعة هي التي خلقت الماء ما الذي جعل قوانين الطبيعة تميز أن ذرة الهيدروجين وذرة الأكسوجين إذا بقيتا كما هما على شكل غاز سيتشكل مزيج شديد الانفجار سيحرق الأرض ومن عليها ما الذي أدرى الطبيعة أنه يجب أن تجمع بينهما ضمن قطرة أو ضمن جزائق يسمى جزائق الماء هذا دليل أيها الأحبة على أن هناك خالق عليم يعلم ماذا يفعل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير طبعا أيها الأحبة الماء الفرات فيه صفة يحدثنا عنها العلماء اليوم وهي أنه ماء يستطيع أن يجدد الخلايا في الجسم بشكل أكبر من الماء العادي أما علماء الطاقة فيؤكدون أن ماء المطر يمتلك كمية أكبر من الطاقة وهذا ما ينعكس إيجابيا على الحالة النفسية للإنسان إذن ماء المطر هو ماء مقطر نقي طبعا اليوم البيئة كلها ملوثة لذلك ماء المطر أيضا ملوث بينما في الأصل قبل أن يلوث الإنسان هذه الطبيعة كان ماء المطر يعتبر ماءا مقطرا نقيا بنسبة 100% لأنه ماء متبخر بالأساس ليس فيه أملاح ليس فيه معادل ليس فيه بكتيريا هو ماء نقي وهو مطهر أيضا بينما الماء الذي نشربه من الأنهار هو غير طهور غير مطهر غير نقي فيه نسبة من الأملاح نسبة من الكربون الكاليسيوم نسبة من المعادن مثل معدن الحديد وغيره لقد سمى الله تعالى ماء الأنهار والماء المختزن تحت الأرض الذي نشربه بالماء الفرات في اللغة العربية كلمة فرات أي مستساغ الطعم الآن إذا جئنا بماء مقطر نقي 100% عبارة عن H2O فقط ستشربه لن تستسيغه ليس له طعم ليس له مذاق فيخلطونه ببعض الأملاح المعدنية الضرورية لتعطيه هذا الطعم المستساغ فالقرآن ميز بين ماء ألف النهر الذي سماه عذب عذب فرات وضع صفة له على أنه فرات وسمى ماء المطر بالماء الطهور لأنه ماء مقطر ومطهر حتى أنه يستخدم في المشافي وماء البحر أيها الأحبة سماه بالماء الأجاج لماذا؟ لأن نسبة الملح تصل في كل متر مكعب لو جئنا بمتر مكعب خزان عبارة عن متر مكعب خزان واحد متر من الماء وضعنا فيه ماء البحر ثم جففناه كمية الملح التي تبقى مترسبة بحدود 33 كيلوغرام تصوروا 33 كيلوغرام موجودة فقط في واحد متر من ماء البحر فيقول العلماء إن ماء البحر ماء شديد الملوحة جدا لذلك القرآن سماه ماء أجاج ما معنى أجاج أي شديد الملوحة أو فيه مبالغة ومجاوزة للحد سبحان الله يعني دعونا نتأمل الله تبارك وتعالى يقول وأسقيناكم ماء فراتا فالماء الذي نشربه من الأنهار والينابيع والآبار هو ماء عذب ولكنه مستساغ المذاق لأنه يحوي كمية من المعادن مثل الحديد الذي يعطي للماء طعما حلوا وهذا يناسب كلمة فراتا الفرات في اللغة كما قلنا هو المستساغ إذن أنت عندما تأتي بماء مقطر لا تستسيغه عندما تأتي بماء عذب ماء الينابيع تجده ماء مستساغا ما هو الفرق أيها الأحبة الفرق هو هذه الكمية من الأملاح والمعادن التي يحتويها ماء المطر قال الله فيه وأنزلنا من السماء ماءا طهورا طهورا يعني مطهر سبحان الله وقلنا إن الماء النقي المقطر يستخدم حتى في تعقيم الجروح لأنه نقي لا يؤذي تصوروا أيها الأحبة دقة هذا الكتاب العظيم الماء أيها الأحبة عندما ينزل من السماء يكون طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولكن عندما يمتزج بالطبقات الصخرية للجبال مثلا ويمر عبر هذه الطبقات من الأتربة والرمال والصخور التي تحوي الكثير من المعادن فإن هذا الماء يمتزج ويأخذ شيئا من هذه الأملاح ويأخذ الكمية المناسبة على فكرة يعني هذا أيضا يرد على من يدعي أن الطبيعة هي التي خلقت الماء كيف علمت جزيئات الماء أن عليها أن تحوي أو تحتوي نسبة يعني محددة من الأملاح والمعادن لا تتجاوزها يعني هل هناك ينبوع مثلا إذا شربت منه تجد أن فيه نسبة الحديد مثلا عالية جدا أو نسبة الكاليسيوم عالية تجده مستساغا فالماء يأخذ النسبة التي تناسبك أيها الإنسان كأن هذا الماء مسخر لخدمتك أيها الإنسان فهنا نجد أن القرآن يتحدث عن مياه الأنهار ويستخدم كلمة فراتا أي مستساغ المذاق فيه أملاح لا يستخدم كلمة طهورة إذا القضية ليست عشوائية أيها الأحبة في كتاب الله كلمة طهورة خاصة بماء السماء وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج إذن ما الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه يعني لماذا أعطى الله تعالى لكل نوع من هذين النوعين صفتين كان يكفي الصفة مثلا يقول عذب هذا عذب وهذا ملح وانتهى الأمر لماذا استخدم هنا كلمة فرات فقال عذب فرات أضاف الصفة الثانية لكلمة عذب فقال عذب فرات في ماء البحر لم يقل ملح بل قال ملح أجاج أضاف الصفة ثانية الحقيقة أيها الأحبة عندما نتأمل ماء السماء نجد أن الله تعالى يقول ماء طهور ليس هناك صفة ثانية لماذا؟ لأن الماء هو طهور ونقي لا يحتاج إلى صفة ثانية لنصفه أيها الأحبة إن علماء المياه عندما يتعاملون مع الماء يكتفون بإطلاق كلمة أو صفة العذوبة أو الملوحة على الماء فقط فكل المياه التي نراها على الأرض سواء في الأنهار في البحيرات مياه الآبار مياه كل الأنهار الدنيا حتى المياه الجوفية تحوي أو تحتوي نسبا من الأملاح لا نشعر بها ولكن هذه النسبة لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمح لهذا الماء أن يذيب هذه النسبة فقط فيه لا لا يستطيع الماء أن يتحمل أكثر من هذه النسبة هذه من خصائص الماء لذلك جاء البيان الإلهي بصفة ثانية قال عذب فرات لأن كلمة عذب لا تكفي كلمة فرات أي مستساغ هناك مياه عذبة ولكن غير مستساغة فيها نسبة الملوحة عالية بعض المياه الجوفية غير صالحة للشرب لذلك عندما قال عذب فرات أي مستساغ المذاق أيها الإنسان والسبب في ذلك انحلال بعض المعادن والغازات فيه والتي تعطي الماء طعمه المعروف بالمقابل نجد أن صفة ملح لا تكفي لوصف ماء البحر فهناك الكثير من المياه المالحة يعني هناك بعض الآبار فيها نسبة من الأملاح ولكن ليست كماء البحر لذلك أضاف الله سبحانه وتعالى صفة أجاج أي زائد عن الحد وهذه الكلمة من فعل تأجج أي زاد وبالغ كما في معاجم اللغة ولكن هل تكفي صفة واحدة وهي صفة طهورا لوصف ماء المطر نعم لأن ماء المطر هو ماء نقم مقطر لا طعم له ولا رائحة وهو ماء مطهر لذلك تكفيه صفة واحدة وهي صفة طهورة سبحان الله إذن أيها الأحبة الآن دعوني أتأمل معكم وجه الإعجاز في هذه الآيات القرآن العظيم القرآن العظيم هو أول كتاب يعطينا تصنيفا علميا للمياه هذا التصنيف لا نجده في أي كتاب آخر فكلمة طهورا استخدمت مع ماء المطر النازل من السماء من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماء المطر هو ماء مقطر ومطهر ليسميه ماء طهورا هذا السؤال هذه الكلمة لم تكن مستعملة لا عند الشعراء العرب ولا عند الإغريق مثلا ولا عند الهنود ولا في الفلسفة مثلا الفلسفات القديمة غير موجودة من أين جاء بهذا التعبير العلمي الدقيق هذا دليل أن الله هو الذي أنزل هذا القرآن ووضع فيه هذه التعابير العلمية كلمة فراتا لا تستخدم أبدا مع ماء السماء يعني كان من الممكن كلمة ماء وردت تلتا وستمرة في القرآن من الممكن أن يقول وأنزلنا مثلا من السماء ماء فراتا ممكن ولكن لا يوجد ذلك في القرآن لا تستخدم كلمة فراتا أبدا مع ماء السماء لأن فراتا يعني فيه أملاح ومعادن مستساغ المذق طبعا أيها الأحبة الشيء الثاني لو تأملنا حديث القرآن عن كلمة أجاج فيها دلالة على الملوحة الزائدة ملح أجاج زائد وبالفعل قلنا إن واحد متر من الماء لو جئنا بواحد متر من ماء البحر نجد أنه يحوي كمية تساوي 30 أو 33 كيلوغرام كمية هكذا من الملح في متر واحد فقط فتصوروا كم تحوي بحار الدنيا مليارات الأطنان من الأملاح لذلك قال ملح أجاج زائد مبالغ فيه فإن ماء البحر يحوي نسبة من الملح نسبة عالية جدا ولولا هذه النسبة لم تستمر الحياة على ظهر الأرض لذلك أتأمل معكم الآية في سورة الفرقان وهو الذي أرسل الرياحة بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورة سبحان الله هذه الآية أيها الأحبة تتحدث بدقة عن مواصفات الماء المقطر وتتحدث عن دور دور الرياح المهم في نشوء السحاب لو لا الرياح لا يمكن للسحاب أن تتشكل العلماء أيها الأحبة يمكن أن يحصلوا على الماء المقطر بغلي الماء حتى درجة الغليان مئة درجة مئوية ويأخذون هذا البخار ثم يقومون بتكثيفه وتبرده والحصول على الماء المقطر الذي يكون نقيا لدرجة كبيرة ويقولون إن أفضل أنواع الماء المقطر هو ماء المطر ولكن قبل سقوطه على الأرض وتلوثه بالملوثات الموجودة في الهواء لأن هذه الملوثات أيها الأحبة تدخل عبر الماء قطرات الماء النازلة إلى الأرض فيتلوث بأكاسيد الكبريت وأكاسيد الرصاص وكثير من الملوثات التي تفرزها حضارتنا الحديثة لذلك أنا أود أن أختم أيها الأحبة وأتساءل معكم الحقيقة القرآن كتاب يدعي أعداؤه ومن يشككون فيه أنه من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام التمييز بين الماء الطهور وهو المقطر النقي الطاهر الذي يستخدم في التعقيم في المشافي وفي تطهير الجروح وهو ماء طهور بالفعل وربطه بماء السماء قال وأنزلنا من السماء ماء طهور وميز بينه وبين ماء الأنهار الصالحة للشرب فسماها فراتا عذب فرات أطلق صفة فرات عليها ليدلك على أن نسبة الأملاح التي هي مذابة في هذا الماء تعطي الماء طعما مستساغا وجاء إلى ماء البحر ليقول عنه ماء ماء أجاج هذا ملح فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هل كان لدى النبي عليه الصلاة والسلام مختبرات لتحليل المياه مثلا وهو الذي لم يركب البحر ولا مر في حياته صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة إن هذه الآيات لا تشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وإلى لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته